هذا هو الموقف الرابع اللاعب الابيض يلعب ويربح ايضا موقف صعب جدا جدا وقف الفيديو اذا بتحب تجرب فخلنا نشوف الحل بشكل سريع اللاعب الابيض هون نقلته القوية وهي التضحية بالجندي F4 كيش لاحظ اللاعب الاسود عنده ثلاث خيارات فقط اول خيار انه يجي بالملك لهون فهذا اكيد خيار فاشل لانه رح يكون في عنا كشمات فورية من ال F7 ثاني خيار انه ياكل بالملك فايضا هذا خيار فاشل لانه رح يكون في عنا التضحية التانية بالالعاء روك على D4 كيش اجباري رح تاخد الالعاء والان شفنا مثال جيد على الفرق بالحصان فاذا ايضا الملك ممنوع تاكل فيه فاذا شو بدك تعمل رح تاكل بالوزير وهو الخيار الافضل فالان وقف الفيديو وحاول تلاقي نقلة اللاعب الابيض نقلة صعبة جدا ما رح يشوفوها غير عباقرة الشطرنج نقلة هون عزيزي المشاهد هي روك على D4 نقلة قوية جدا جدا الان لاحظ اللاعب الاسود مهدد وزيره وما عنده كثير خيارات لا يروح بالوزير فاوين دا يروح مثلا اذا اكل الالعاء رح يكون فيه عنا كيش بالحصان ومتل ما نكشايف ايضا مثال اخر على الفرق فاذا الالعاء ممنوع تتاخذ واذا اجا لهون ايضا رح يكون فيه عنا مثال اخر على الشوكي مثل ما نكشايف كيش وطار الوزير واذا اجا على الاتش ايضا رح يكون فيه عنا مثال اخر على الوزير كيش وطار الوزير على الشوكي اقصر فالان شو رح يلعب اللاعب الاسود عنده خيار اه وحيد ولكنه ايضا سيء فمسلا انه يجي الوزير لهون فالان شو رح يلعب اللاعب الابيض رح يلعب نايت سي سيكس كيش فمتل ما نكشايف اجباري الان الملك رح يروح لهون والان كيش ورح يطير الوزير ورح يربح اللاعب الابيض فايزا هاي كل خيارات اللاعب الاسود وكلها رح تقدي لخسارة اه ضل فيه خيار اخير هالاصدك انه يجي الوزير على الاف سيكس لا عزيز المشاهد اكيد هاي نقلة خاطئة رح يكون فيه عنا كشمات فورية من هون فاذا هذا هو كان موقف اسطوري جدا متل ما شايفين وخصوصا النقلة روك على الدي فور فاخرين نشوف الموقف الاخير وهو الموقف الاصعب هذا هو الموقف الخامس والاخير اللاعب الابيض يلعب ويربح طبعا بعد جهد جهيد لاحظ اللاعب الابيض عنده بس بده كشة واحدة من هاد الوتر ورح تكون كشمات متل ما نك شايف ولكن كيف رح يحقق هالكشمات هلأ رح نشوف يعني طريقة لا تصدق حقيقة ولكن رح يصير فإذن كيف رح يلعب وكيف رح اللاعب الابيض يكسب بهذا الموقف اللي فيه شغلات لا تصدق مثل هاي الكشمات مثل هاد الوتر كيف رح نجيب الفيل على هاد الوتر أو الشغلة التانية اللي رح لا تصدق بهذا الموقف كيف رح تحصل على فورق بين الوزير والملك وهنين بهذا البعد فأيضا خلينا نشوف الحال حتى نكتشف هالشي إذن النقلة الأولى هون رح تكون نقلة قوية وهي بشوب على الـ عطينا الوزير فمتل ما نكشف تهديد قوي جدا رح نشوف كل خيارات اللاعب الأسود هون أول خيار أكيد أخذ الفيل هذا ما رح يفيده رح يكون فيه عنا شوكة فورية بين الملك والوزير ورح يربح اللاعب الأبيض تاني خيار إنك تجي بالملك أو بالوزير على الـ G8 فالآن شو رح تلعب كلاعب أبيض لاحظ المسافة بين الملك والوزير ومع ذلك رح يكون فيه عنا شوكة الآن B3 كيش فالملك إجباري على الـ B5 والآن بشوب على D3 كيش والملك إجباري وما له غير خيار واحد هو C6 والآن نايت على E7 لاحظ رغم كل هالمسافة جبنا الوزير بشوكة مع الحصان وهيك رح يربح اللاعب الأبيض نرجع إذن بعد النقلة القوية الأولى Rook E4 إذن الوزير ممنوع إنه يروح على G8 ومنوع إنه يعكل الفيل فإذن شو ضل عنده خيارات خلينا نشوف الخيار إنه يتقدم بالبيدأ هون فشو رح يكون الحل رح يجي نقلة قوية جدا من الفيل وهي الفيل على D3 والآن متل ما نكشايف مراقب هاي الخانة والتهديد الآن صار في عنا كش مات بالبيدأ B3 والحقيقة تهديد يعني ما إلو أي حل بدك تجي لهون تحاول تمنع هالتهديد هاد فبساطة اللاعب الأبيض رح يلعب البشوب على C3 ورح يدعم هذا المربع والآن يعني التقدم بالبيدأ جاي وما فيك تعمل أي شي ما عندك أي كيش ورح تخسر إجباري فأي نقلة مثلا تقدم بالبيدأ ممكن يكون فيه عن B3 كيش رح تضطر الضحي بالوزير فإذن نرجع إذن بعد هاي النقلة ما فيك أيضا تتقدم بالبيدأ طيب نرجع بالوزير ولكن على H8 بدل ما على G8 ويصير فيه عن نشو وكي ولكن ما رح يفيده نفس الفكرة رح يجي اللاعب الأبيض بالفيل على D3 والآن مهدد بنفس الفكرة مهدد بكيش مات فنفس الفكرة السابقة ما فيك تمنعها بدك تجي بالوزير لهون والبشوب على C4 وهيك رح يكون فيه عن نا كيش مات بعد شوي فإذن رح نشوف الخيار الأخير المنطقي عند اللاعب الأسود وهو النقلة كوين على H6 ليش هاي الخيار الوحيد لأنه وهي البشوب على D3 وهيك لحتى يعطي الكيش مات من البيداء B3 ولكن هون رح تكون نقلة اللاعب الأسود القوية كوين على D2 ولاحظ الآن ربط البيداء وممنوع تعطي كيش لأنه ممنوع يتحرك البيداء فشو رح تلعب الآن كلاعب أبيض الحقيقة عندك نقلة قوية جدا جدا نقلة خارقة وهي نقلة انتظارية نقلة هادة وهي البشوب على E2 نقلة قوية جدا مثل ما شفنا يعني عندي محرك ضعيف شوي يختار نقلة نايت على C3 هاي نقلة أكيد خاطئة رح تأدي للتعادر فالآن شو رح تلعب أكيد ما فيك تأكل الفيل لأنه رح يكون في عنا شوكي مثل ما نك شايف رح يطير وزيرك وأيضا اللاعب الأبيض الآن صار مهدد بعد التهديدات مثلا ما فيك تترك الصف الثاني لأنه رح يكون في عنا B3 فإجباري رح يضل الوزير على الصف الثاني فإذا تحرك النقلة الوحيدة المتاحة أكيد رح يكون في عنا نقلة قوية واللي هي بشوب على D1 ومثل ما نك شايف ربط الوزير مع الحصان وإذا أكل رح نشوف مثال تاني على الفورك فإذا هون الوزير ممنوع يتحرك أي حركة فشو رح يعمل اللاعب الأسود ما رح يعمل أي شي ما عنده أي شي عنده فقط نقلات انتظارية مثلا رح يلعب رح يلعب ال A6 فأيضا اللاعب الأبيض عنده الأبيض فاللعب الأسود أيضا نقلة انتظارية وأيضا نقلة انتظارية من اللاعب الأسود والآن اللاعب الأسود عنده النقلة الانتظارية الأخيرة وخلصوا كل نقلاته فالآن بدك تكون دقيق شو رح تلعب بهذا الموقف عزيزي المشاهد إذا قررت أنك تلعب هيك لتحط اللاعب الأسود تحت زكزوانج لكن هاي النقلة فاشلة لأنه رح يكون في عنا تضحية خارقة من اللاعب الأسود لا ينقذ نفسه وهي كوين على البيتو رح تاكل واستيل مات والوضع تعادل يا عزيزي المشاهد فإذا النقلة الأفضل أنك تاكل بالبيداء H لحتى تحافظ على نقلات لللاعب الأسود وهيك رح يصير في عنده نقلات انتظارية أيضا ال H 4 فال G6 H3 G7 طبعا ما بفيده انه يعكل في الخلال هالنقلات يعني نفس الشي فالآن H2 والآن كوين لللاعب الأبيض وكوين لللاعب الأسود لاحظ للاعب الأسود صار عنده وزيرين ولكن ما رح يفيده لأنه هون رح يكون في عنا كشمات لللاعب الأبيض واشوف حصلنا على كشمات من هاد الوتار لقلتلكون يعني مستحيل يكون في عنا كشمات عليه بعيد كتير ولكن فعلا صار في عنا كشمات فهذا كان الفيديو لليوم إن شاء الله يكون عجبكم إذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة